وفي أخبار الوطن بالعودة لنتائج المحلية الأخيرة وما خلفته من مجلس منتخبة أن كشفت نتائج تراجعا لافتا للمرأة بعد انتكاسة التشريعيات ما يدفع للتساؤل حول هذه الأسباب نتابع في تقرير إيمان طبيب 34 مقعدا هي النتيجة التي تحصل عليها الجنس الناعم في تشريعيات 12 جوان أي ما نسبته 8% فقط من إجمالي مقاعد الغرفة السفلة السقوط الحر للمرأة لم يتوقف عند التشريعيات بل امتدى إلى محليات 27 نوفمبر القوة الناعمة حققت نتائج ضعيفة في المجالس الشعبية البلدية والولائية مقارنة باستحقاقات 2017 فأين يكمن الخلل؟ نحن أكرنا مجتمع محافظ ما زلنا ملحقناش أن الشعب يدير ثقة في المرأة في الانتخابات أكثر من الراجل يبدو لي هذه وحدة من الأسباب التي خلت نتائج تتراجع في الانتخابات سواء انتخابات شريعية والانتخابات المحلية نحن في الولايات تعبتنا الابيوي وين وفت كون 35% بتاع الفام في الابيوي الاختراضي يخرجوننا إنك منزجون سا الشعب ما يفوتش على المرأة كما على الراجل صدمة تلقتها المترشيحات في تشريعيات 12 جوان ثم محليات 27 نوفمبر فهل ظلم مبدأ المناصفة في الترشيحات المرأة السياسية في الجزائر لأنه لا يراعي طبيعة المجتمع الجزائري عاداتنا وتقاليدنا في نظري فرملت مشاركة المرأة بقوة الآن بحاجة لطرح جديد هو أنه نخلق منظومة سياسية تخلق ذلك المناخ الذي يشجع مشاركة المرأة في النضال السياسي وليس في التوظيف السياسي فيجب أن نعطي الفرص المرأة أن تشارك سياسيا وليس بالمناسبات داخل مؤسسات حزبية ولاست في آلات انتخابية مناسبتية تستعين بالمرأة إلا بالديكور السياسي لأن فعلا إذا أردنا فيجب أن يركع تقويم القانون بعدما كانت الكوطة طريقها للوصول إلى المجالس في السنوات الماضية المرأة السياسية اليوم تبحث عن تمثيل حقيقي في المجالس المنتخبة لكن شريطة أن يراعي قانون الانتخابات خصوصيات المجتمع الجزائري ما يعني ضمان حصتها في المجالس بعيداً عن المنافسة الشرسة بينها وبين الرجل موقعين 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 موقعين